مسلت جداً أنت كتأول مرة تمثل ولا إيه؟ لا مش أول مرة بس مثلت إيه حكيلي؟ أنا مثلت في البيت بيتي مسؤلسة في البيت بيتي كنت عامل إيه بقى فكرني؟ كنت عامل لأبو كريم محمود عبا عزيز العم المجنون اللي كان محبوس لوحده أيوة ياه ها ويتن ومثلت مسلت مسلت مسرح مسلت مسرح كتير طبعاً من قائم الجامعة بس كان آخر حاجة برضو مسرح حملت مسرحات دونيا سامير غانم أنستونا ها براف كنت طولة بعلمها موسيقى ها ومثلت زمان بقى حاجات بسيطة قوي صغيرة جداً في مسلسل أنا عشقت أمير كرارة ها طلعت بقول جملة في مسلسل طفحة آدم ده كنت كتبت ولا لأ؟ كنت لسه ما كتبتش كنت لسه محاولاتي في التمثيل عادت حاول كتير جداً في التمثيل ها ها لحد ما الكتابة مشيت شو إيه اللي خلاك بدأت كتابة يعني إيه اللي حمسك شجعك إيه هو إحنا في مركز الإبداع عند أستاذ خالد جلال ها كنا الوارشة أي مع الارتجال نحنا بنكتب مشاهد لنفسنا ونطلع نمثلها وأستاذ خالد يتفرج عليها ويزبط حاجات فيها ها فهو خد باله إن أنا وكريم سامي ها بنعرف نكتب مشاهد كويسة ها فحسنا إن إحنا عندنا فبقنا نقول طب تعالا نشوف بقى المشاهد دي ها في برا كان ساعتها برامج الليسكتشات طلعا وطلبين سكتشات وطلبين حاجات فبقنا نودي سكتشات للبرامج دي ها فعجبتهم فبقوا يشتروها ها فركزنا في الحتة دي ها فسكتش في التاني في التالت في إعلان ها فبقنا نحضر أفلام لحد ما الكتابة مشي بالشكلة ده أنت وكريم أنا وكريم سامي ما كتبتش لوحدك لأ ما كتبتش لوحدك ما كتبتش لوحدك